وربما يتم تجديد بقائها لننتظر ماذا سيحدث في الغد سيد بسام جعر المتحدث باسم الهيئة العامة للثورة السورية في أوروبا شكرا شكرا أصيب عشرون شخصا على الأقل بجروح في العاصمة اليمنية صنع عندما وقعت اجتباكات بالأيدي والهروات في ساحة التغيير بين متظاهرين حوثيين ومعارضين من أنصار حزب الإصلاح الإسلامي من ناحية أخرى نفى متحدث باسم البيت الأبيض ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن واشنطن قررت منح الرئيس اليمنية علي عبدالله صالح تأشيرة لدخول أراضيها بهدف تلقي العلاج كانوا شركاء في الاحتفالات بمن جاءوهم قبل أيام من تعز لكن شباب ساحة التغيير في صنعاء اختلفوا فالحوثيون غاضبون من توقيع حزب الإصلاح الإسلامي على المبادرة الخليجية التي تمنح الرئيس علي عبدالله صالح وأعوانه حصانة ضد المحاكمة يقول مراسل بي بي سي في صنعاء أن هذه الخلافات تدب من آن لآخر في ساحة التغيير وأنها ليست بالأمر الكبير لكن صنعاء لا تكاد تهدأ بالأمس فقط تظاهر ضباط وجنود في دائرة التوجيه المعنوي التابعة للجيش مطالبين بإقالة مدير الدائرة العميد علي حسن الشاطر اتهم المتظاهرون الشاطر بالفساد والمحسوبية خلال إشرافه على الجهاز الإعلامي للقوات المسلحة والأمن منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاما ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتي عن مصدر بدائرة التوجيه المعنوي أن ضباط سيطروا بشكل كامل على مقر الدائرة المطل على ميدان التحرير وسط صنعاء والذي يعتصم فيه المئات من المسلحين القبليين الموالين لصالح أما صالح نفسه فلا يزال يتحدث عن جهود يبذلها لتسريع تنفيذ المبادرة الخليجية هنا يظهر صالح مترئسا اجتماعا وزاريا لهذا الهدف كما لا يزال صالح يستعد للمغادرة إلى الولايات المتحدة بغرض العلاج كما أعلن قبل يومين قضت محكمة مصرية اليوم بقبول الدعوة التي رفعتها الفتاة المصرية سميرة إبراهيم والمعروفة بقضية كشف العذرية